إلى سقطرة حيث أفادت مصادر عسكرية إن قائد اللواء الأول عبدالله أحمد كنزهر وجه بسحب جميع الأسلحة والأفراد الموجودين في جزيرة عبدالكوري وتسليمها للقوات الإماراتية وأكدت المصادر أن القوات المرابطة في جزيرة عبدالكوري سلمت الجزيرة للقوات الإماراتية بتوجيهات من السلطة المحلية مشيرة إلى أن القوات الإماراتية باتت وحدها من تدير الجزيرة ولا يوجد أي مظهر للسيادة اليمنية ومؤخرا شيدت الإمارات مباني للقاعدة العسكرية وسط زيارات متوالية لخبراء أجانب يعتقد أنهم إسرائيليون عبر طيران مباشر من جيبوتي في سقطرة أيضا وجه المحافظ المعين من المجلس الرئاسي رفت الثقل بإيقاف إصدار الجوازات في المحافظة باسم الجمهورية اليمنية وأوضحت مصادر محلية للمهرية أن المحافظ الثقل يسعى لإنهاء وجود السيادة اليمنية وإيقاف العمل في إصدار الهوية والجوازات مشيرة إلى أن ذلك سيضاعف مآسي أبناء سقطرة في تحمل أعباء السفر ودفع الملايين للحصول على الهوية اليمنية من المحافظات وأكدت المصادر أن المحافظ الثقلي يعطل أداء المكتب التنفيذي وبقية المصالح من تأدية دورهم في تقديم الخدمات للمواطن السقطري كما يعمل على تهميش مديري عموم مكاتب المحافظة وإغلاق الكثير من المكاتب إلى ذلك كشفت مصادر محلية في أرخبيل سقطرة عن وجود ضغوط إماراتية لتمكين نائب مدير فرع الهجرة والجوازات صالح علي محسن من الإدارة وأفادت المصادر أن محسن يعمل ضمن أجندة الإمارات في سقطرة ويتبع مندوب أبوظبي في الأمن ويستخدم موقعه في الهجرة والجوازات لتسهيل دخول وخرج الإماراتيين من وإلى الأرخبيل قالت مصادر عسكرية إن قائد القوات الإماراتية في سقطرة يقود حملة تحريضية ضد القوات السعودية المتواجدة في الأرخبيل وأكدت المصادر أن الضابط الإماراتي المسؤول وجه قيادات أمنية وعسكرية محلية تابعة له بعدم السماح بدخول أي عنصر يتبع السعودية في المنظومة الأمنية داخل الأرخبيل وقالت إن توجهات إماراتية قضت بمراقبة أعمال قائد التحالف الجديد العقيد عادل بن خالد المطيري الذي تتهمه بدعم وجود السلفيين المتشددين في سقطرة واستقدامه لعناصر أخرى منهم من خارج الأرخبيل موضحة أن نشاط السلفيين المتشددين زاد في الفترة الأخيرة في سقطرة ترجمة نانسي قنقر